حلقة جديدة من لقاء هايس بريس كتجمعنا بكم اليوم متابعاتنا ومتابعينا عبر جريدة هايس بريس الالكترونيا ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في البداية خلوني نرحب بكم ونشكركم جزيلا شكر على العدد الكبير من التفاعلات سواء من خلال المشاهدات أو خلال مرحلة الاعداد لأي حلقة حلقة ومن بينها حلقة اليوم اليوم ما كنستطفو صوت من المعارضة منذ أن ندأب البرنامج على الترحيب بالفاعلين السياسيين في البلد وطبعا المعارضة التي تشكلت بناء على نتائج الانتخابات الشريعية ديالتمنية شوة أمبير 2021 والنتائج ديالها والمفاوضات اللي عقبتها من أجل تشكيل الأغلبية الحالية هذه المعارضة مثل اليوم في شخص سيد محمد أوزين بصفته الأمين العام لحزب الحركة الشعبية سيوزين شكرا جزيلا على قبول دعوة لقاء هايس بريس شكرا لكم سيدة طريق شكرا لهايس بريس وأهلا ومرحبا لمشاهد الكرب سيوزين شاشة البداية أنا كان عرفكم بين القراءة الأوفية لهايس بريس واحتل النشر ديالها باللغتين الفرنسية والإنجليزية شاشة البداية عن سي محمد مبدع وتحقيق ليجمع ما بين رشوة واختلاس أموال عموميات علاقة منكم سيد الأمين العام على هذه القضية لا هي أولا غير الشخص المحضر في سياق دياله وربما سي مبدع مشي أول رئيس جماعات ورادية ربما اللي كيتم الإنساط له وإستماع له وربما المحاكمة دياله وربما اللي كي يميز سي مبدع على الآخرين هو ربما القبعة دي الوزير السابق هي اللي ينرم خلقات هذا طبيعي أن اليوم نحن في دولة المؤسسات نحترم القضاء إذا كانت إشكال في تدبير المحل فالأمر بيد القضاء لا يزعج هناك شيء بلاكس نحن نتقل في مؤسساتنا وفي ساعة باقي مصدر حكم نحن نتظر عندما لا يصدر الحكم نرى ما يدفع في التهم المنصوبة في ذلك ساعة يكون لنا رأي ولكن اليوم كما مجموعة الرؤساء على مستوى التدبير المحلي ربما هم اليوم يتم الاستماع لهم نحن نحتاج هناك شيء لا يحتاج هناك لأنه إذا كانت أمنوا بالمؤسسات وإذا كانت أمنوا أيضا حتى بالأرتقاء بالتدبير المحلي بطريقة التي تكون نشفافها وتخلق حيات سياسية شكرا هذا ليس نحتاج هناك شيء وعندما يصدر الحكم هناك قليلة براءة ولكن لن يصدر الحكم سيكون لنا رأي جيد تقريبا في إطار نتكلم على سيموب نتكلم على سيموب نتكلم على سيموب نتكلم على سيموب 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 متابعة قضائية بناء على تهم وخارجات قد اعتبرتها جهة ما أنها موسيئة لإشتغال في التدبير الترابي وتقديم شكاية من طرف عامل إقليم صفره وتحركات المزاعدة موقفكم لا هذا الموقف دائما لا أعلم على الحديث الذي حدث فيما يقص الأخ مبدع لأن السلخصم أولا لا يوجد شيء بإشتغال في التدبير أو المنعم هو فقط كان لدي إنسان وكان لها رد فعلا لربما بحكم أنها تقومتها سابقاً ولو أنها تقويل أول خطرة كيمارس تدبير بالقلب بشكل من حسنا ولكن عنده العفوية لا تتحدث عن العفوية لا تتحدث عن العفوية لم تتحدث عن العفوية سابقاً بأنها تقويل أبداً ولكن العفوية هي إيجابية لأنه لا يكون عفوية يعني يقول أشياء كما هي في إطار هذه العفوية كانت لديها صريحة التي يعتبرها للطرف الآخر بأنها مجموعة التهمية والتي تتخص الإيجابة ولكن كانت لدينا الأمر أيضاً لا يمكن أن نصرعه ونصنطه ونرى ما سيكون الكلمة التي كما نقول ونأكد عليها بشكل كافي أننا لدينا ثقة في مؤسسة ودائما في طور التمييد في هذه الحلقة لدينا منافذ القرآن ممكن في النقاش في المواقع التواصل الاجتماعي انتشر واحد تسجيل الصوتين وسباسين وزين عندهم ارتباط بتدفير محطة تخاذية بعبارات ما يعني تعليقكم أولاً بعد التسجيل وش ديركم أولاً السؤال الذي أطرح هو أن التسجيل خرج اليوم هذا التسجيل يرجع قريباً عشر سنوات وهذا التسجيل كان ما يحاولون يروجون له اليوم خرجوا بأنهم كانوا نقاش قريباً ومتدل ما نقول هذا التسجيل كان هذا التسجيل كما قلت في عشر سنوات سأكون في الصورة هذا التسجيل كان مبين ومبين والد عمي ابن عمي كان يدار في الجماعة يأكل ومعناك ومعناك يترشح انتخابات لم يترشح انتخابات وانتخابات سأكون لديك قاعدة وعند وانتخابة قلت لانتخابات انتخابات الاسد لتأكد انهم هم سننتخابات وانتخابات وانتخابات سأكون وانتخابات من مخدر تسجيل محمد ونرده على محمد في هذه الحملات الوقت وفي الانتخابات و الهدف كان هو انهم يخرجون شيء يمكن تهم شراء الدمام الى مال حرام و هذه الخلفية التي تمكت الانتخابات وضفوا الانتخاب ثم قالوا انت ادارا مكت يتعامل معك بطريقة عفوية وقريبة لك شيء يهدر معك بشكل عادي يجب أن نتشجيل عليه في هذه الاتخابات فعلا يتصل بي ما هو العناوين فضيحات تهوز ظلم سأل هادي هادي ما بيدي مين ودعم مين ما يهدر معي هذا الكلام يجب أن يبقى فيديو بينك لماذا يجب أن يبقى فيديو بينك لأنه إذا سمعت أنا أصدعي ذلك الناس لأنه يجب أن يجب أن يحملها لماذا لا يجب أن يسمعه وأرى أن يبقى فيديو بينك ويجب أن يجب أن يكون الذين وإذا فعلا همك أنا سأعطيهم أن تسكي ماذا أرى في الاخير سمعتك وفي الاخير سمعت الجامعة طبعا ما أرى سمعت الجامعة هو ترشح وترشح مع حزب أخر وهذا المسألة لا تسبيب الناس لم يكن لديهم ولا قولوا لم يتوفق بلاية إلى الدائرة ومع الحزب الآخر هذا التلاحظ ما هو هذا المسألة الفاضيحة لم يكن لف ملآم أو شراء الدمام أو شراء الأصوات كل هذه التعابير التي كانت تساعدت لم تكشفية صادم الضار لا سمح لي أولا رب حالك تدخل لدي الضاري وتتصورني في وسط الضاري وتقول لي أنت سياسي لا تريد أن تساعدني في الضاري ماذا هذه المسألة؟ نقاش ما بيني والد عمي أنا أحمد سيفلي مجلسية وفرنسية وعربية وامنزيغية وبحد المغرب لماذا أريد أن تطلق منها لم يكن لديه لقةعمة ومعك كنت تطلق معه لديه بطريقة عادية كانت كمارد فعليا بعد خرجaran لا أبدا لا أرى ، أنت مقاروة الأخير ما بتضربيني وبيلعموا في المكالمة التي كانت شخصية لا، لكن لماذا تصريب لأن هذا الشيء الذي يمكن أن يوقعها لأي شخص هذا الشيء الذي يجعله الدرس ويقول لا لا يجب أن يجعله هذا الشيء وليس يجعله أنه لا يجعله أن يجعله طريقة عفية مع أصحابه ومع أئلته فأنا أعتقد أن هذه الأشياء التي تتوقفت في ذلك الوقت وكان بإعاز من حصوم سياسيين فوق الحملة وبعد عشر سنوات يجعله أن ترجع للأوديو ويجعله في هذا التوقيت أيضا لأن الصوت الحركة لا يزعج ويجعله بأي طريقة طريقة مصدر الإجزعاج لا يمكن أن نتوسعه فيه قليل ونعود إلى 31 أو 29 لور نذكر اسم محمد أوزين خصوصا أننا حاولنا نعد الحلقة ونأخذ الأسئلة والتفاعلات عن طريق مواقع التواصل الشيماعي كذكر أوزين كذكر مول كراطة صحيح إعادة هيئة مجمع رياضي الأمير موليا عبدالله بالقيمة دياله ودياله أظن أنك 22 مليار ولا مول كراطة ما وقعتنا سيد بيم كأس العالم الأندية ما زال يلاصقه أو يقتارنه بإسمكم أولا الكراطة لا تزعجوني لأن الكراطة أولا عندما نكونه بعقل ذلك لأن الكراطة نسلة كيفية وأنها أحد الآلية فيفا ومشي دياله أمزين ومشي دياله أمزين كراطة في الكوفر ومشي دياله أمزين يخرجونه فعلى أخير الحل من صديقات ولم صعرون أن كراطة تحققين، بالتعين واجه الصائف والشوائب demek وبكل جمعه لا ت UKO ليست المصنعة السدقات إنها تكون حالية صديقة وفي النهاية أمزين في ففا واختبتها في الإخ Part Svez ومشي دياله أمزين لكن في المخيات عندما نرى خصوصاً في محطة الظاهرة ريالية التي كنا نتقدره خاصة تخرج الاسبيراسيون وتخرج آلية متضورة لكي تستطيع التجر المع وكيف تقولك لا وكيف تستطيع الانتقاد لا يمكن أن تجر المال لأن الاسبيراسيون تجر طربة على كل ما ندخل في هذه الأمور تقوم هذا حدث فات ومشار يرجعون إلى 22 مليار 22 مليار أولاً أنا أعتبر هذا الكلام هو سبة لدكاء المعارض لماذا؟ أولاً لماذا نتحدث أحد يجب أن يكون الاتهام مبني على التحقيق مبني على بعث مبني على استماع لا يوجد شيء أحد يقولها في الفيسبوك كنت أعود أن تضحق هنا نقول لك سبة لدكاء المعارض واحد يكتبها في الفيسبوك وهنا أريد أن أقول لك وربما هذا هو المزعج اليوم في محمد الزين أسمعني مزعج محمد الزين قد نقول لك من أنظف السياسي الذي كان في المغارض لماذا؟ أولاً محمد الزين كان برلماني لثلاثة ولايات كان رئيس جماعة كان رئيس مجموعة جماعات نائب رئيس البرلمان للولاية الثانية كان وزير كان كاتب دولة لا تنجيك نائب رئيس الجهة وهو كاتب الدولة وزير في حكومة السبوكيران واليوم رئيس اللجنة بالجهة هذا المزعج كله أنا سأقول لك كل مربحة فيه وهذه فرصة تحصل مع المغاربة لأنه السياسي سيكون لديه جراء حتى يصبح المغاربة وعرفوا عليه كل شيء بدون أنه شخصية عمومية حتى حياته ربما تفاصيل مربحة فيه هي شقة أنا وزوجة جديدة هي مضافة سأخذها بقرديد 25 سنة هذا مسؤول لدفد المراصيب كلها وهذا ما يمكن أن نكذب فيه لأنني كنتقد اليوم وهذه القوات عندي استفق كتافي وعندي أفكاري فرصي ولا أخشاق لما تلائم لأنه فعلا عندي قناعات وهذا ما يمكن أن يحرح لي لأنني أعرف أن توهم أخي هذا ما أنا كنت أقوله يمكن أن نتاقض حكومة يمكن أن نتاقض الوزير العدل يمكن أن نتاقض رئيس الحكومة يمكن أن نتاقض الوزير البالية يمكن أن نتاقض الوزير يمكن أن يخرجوا 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 يعني ما يخالفها أو ما يعاكسها ما يمكن وهذه أنا كنت أقول هذه هي القوة للسياسية لأنها تكون ضعفة وطبعا المشكلة التي يكون لهم يمكن أن يكون الفاسدين ضائرين يجرون منهم وهذه الحملة التي كنات 22 مليا لا يمكن تقرير لم أتقارن لأنني أتقارني لأنني أتقارني لأنني أتقارني مع أحد خارج في الفيسبوك لذلك نبه المغربة يكونوا أكثر ذكاء وننساقوش وراء هذا ونقول هذا الكلام والأخرين وهاتو برهانكم إن كنتم صادقين أنا ما عندي فيلات ما عندي كريانات ما عندي فرمات ما عندي أرصيدة بنكية أرصيدة أنا أرصيدة أنا أرصيدة أنا أرصيدة أنا أعيش حياة عادية بسيطة ونعيش لأنني أعرف عندما أموت لا أملك الشيء كان أملك الأفكار وأملك الحب وهذه هي القوة السياسية بعيدة على المزيدات خلينا في الأرصيدة أنا أعجبتني هذا الكلام بالأرصيدة وننتقل بكم الشق الحزبي حزب الحركة الشعبية حسب ما لديهم معقية أن الرصيد فارق حاليا يعني كنت سأل إذا كان كان مشكلة في تمويل هل حزب الحركة الشعبية في صحتين جيدة هذا السؤال محرج استطاع الخطر وأصبر لنا هذا السؤال محرج لأن فعلا الحركة الشعبية تشد الدينامية وحركية لدينا لدينا شباب أعرف الانطلاق المرأة المهندسين المحامون الأطباء لدينا برنامج الخارجات جهوية ولكن ماذا أضرحت المشكلة لماذا نخفى عليك هذه المشكلة لإمكانيات ودعم لما تتعطي الحزب وفعلا يعني يعطل هذا الدينامية ومشيغات السنة السنة والسنة ومع ذلك نرى واحد سياغ لذلك هذه المشاكل فيما يخص التمويل السبب الدعم لا لا السبب كان خطأ خطأ القانون في المدونة الانتخابات يؤكد على ضرورة ترشح في اللائحة الجهوية تكون مرشحة في اللائحة من الجالية نحن لا نحن نقل نحن نقل نحن نقل وعندما من الجالية ولكن في آخر لحظة توجهت تختار في آخر لحظة وفي التالي نصبح ضحية هذه المشكلة التي نعيش ولكن مع ذلك لا نقل مشكلة ومشكل قناعة وحركيين 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 عندهم هذه القناعة وعلى مستوى بنية النظيمية الحيزب قبل الانتخابة 2021 كنتم سؤولين على الجديد الأليات الاشتغال الترابي المحلي والترابي الجهوي أنتم في المرتبة الأولى في القيادة الحيزب بصفتكم أمينا عما ما هي النفذ جديدة في هذه الأيطار خاصة أن الأمور كانت أكسات نحن نقولك ما هي نفذ جديدة كنت ثورها ثورة وكانت منتفاض على كل ما هو على مستوى التنظيمات لأننا نريد تنظيمات كوية تنظيمات وعلى الشاب لا يمكن أن يكون سوريا أو المرأة ومنظمات الموازين لا يمكن أن يكون أمتداد في القواعب في الأقاليم وفي الجهات أيضا يكون صدع المواقف الحزب ومن ثم يكون تختار شخص يهضر ويسكت لا أبدا وفي السياق الذي نعيش اليوم كان الاهتمام بالفعل السياسي وهنا شباب وكفاءة عالية وهذا شيء جميل لأن الحركة الأعيان غير محسوبة علينا أين هم الأعيان الأعيان لم يكن أي شيء قليل ولكن مؤثرة لم يكن صريفة لا صعب لأن لا يمكن العيان في ثورة رقمية اليوم تتعامل مع شباب وفيس بوك وفيس بوك وفيس بوك وفيس بوك وفيس بوك إلى ما واكبوا هذه الثورة الرقمية والسيرورة هذه الخطاب السياسي والوضع السياسي يصعب جدا أنهم يوكبوا وبعد سنوات تموقع في الأغلبية كان شوية ديالارتياح في الحضور دابة في المعارضة لا حزب الحركة الشعبية قادر على أن يقوم بمعارضة بالناء أو أنه يجني التمار أعتقد أن اليوم معارضة التي تلقموا بها وهذه ستكون بيننا هذا حد الحكومة أن أنتم معارضة معارضة مؤسساتية معارضة بقوة اقتراحية معارضة بسياسة الممدودة غير يجب أن نفرق مما بين معارضة التي تنتقد الجهاز التنفيذي ونفصل على الأشخاص لا يوجد شخص التي تستهدف ولكن تدبير والحكمة والأولويات إذا وصلنا إلى هذا نفهم أن هناك معارضة التي تدد وقتراحات وقتراحات وقتراحة ما نقول لهم؟ ما نقول لهم؟ ما نعطيكم بديل وقتراحة ونعطيكم بديل غير سمعونينا نعطينا نعطينا الجامعة الشبية في إطار الأكاديمية الحسوليوسي ونعطينا عشرة مقتراحات وعشرة مقتراحات وعشرة على المتوسط وعشرة إصلاحات لتجاوز 30 إجراء أولا المعارضة المتوسط وكان يناقشوه معنا أعتبره بأن آخر إطار حزب وعيان وكان يأتي وإنما مجموعة الاقتراحات ونعطينا أفكاري لا تحكم عليها نعطينا كبدائل لأن كانت مجموعة لإجراءة الحكومة في كل الأخطرة في تعديل القانون المالية قلنا بأن هذا التعديل القانون المالية لتعديل المؤشيرات كلها التي تعلن عليها كلها لا تكون قائمة اليوم وعند تضخم وعند تضخم وعند النمو العجز إلى آخرها لأن تغيير هذه المؤشيرات لا يمكن أن يصل إلى التعديل القانون الميزاني وإلا هذا الذي نبهن منه يقول أن نحن نهزم الهواميش وعندنا الهواميش سلو الهواميش وعندنا الهواميش وعندنا لأن يرجعون المراسم ونبهنا الإشكال التي لدينا اليوم مرة أخرى لا يوجد مشكلة الأولويات مثلا اليوم نحن نقرب من العيد الكبير الحكومة دعمت الحولي في اسمه الدرام نقول لهم في العوضة أن ندعم ندعمه في استيراد في استيراد لا ممكن أن تفهم بشكل آخر دعمنا الحولي في استيراد ليس الهواميش ونحن نقول في الوضع لأن ندعمه الحولي وندعمه الحولي ونحن نقول الحكومة ضد الدعم المباشر وتنساهي وتدعم العكس الكلام ليس تقول أنا ضد الدعم المباشر ودعم القطاع السياحي ليس ضد ولكن يبقى دعم في قاوي كالدعم النقالة المهني دعم مباشر في قاوي دون الحديث على دعم آخر التفاف على الدعم المباشر كاسمه مثلا فشحيدنا الرسم على الصيرات دي الأبقار هذكر هدعم أيضا غير مباشر ولكن راه دعم راه كلفة راه عنده كلفة ولكن الاتفاف على الدعم مباشر هذة تنقذات هذة الأولويات هذة المقاربة هذة مختلفة كنقوله مثلا وزير الفلاحة نحن مقربة على وزير الفلاحة مثلا أعلن في مقابلة صحفية قال طرح عليه سؤال بأن واحدة عشرين من يزرع أس ومبيل الأغنام والمعيز إلى أخير هذة تسمع أحد الرقب هذة أريد قبل هذة فكرة هذة أريد هذة ممكن هذة كلامه وما كان ذاته كلامه كنت تسمع أحد وزير الفلاحة وممكن أن تستقبل استيغال مزيين هذة ملاحظة هذة الأولويات حسب تلك المجترسة مجترسة هذة المجدون العام تواحص به مدعم حسب التجاج وبيبي وذلك لدينا وعندما لا أعلم اليوم واجدنا وصف وصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف لنصف لنصف ونصف 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 وكان مصف وكان بخمسة ونصف اليوم لدينا ثلاثة ونصف لنصف ومثال ونصف دائما ونصف asta تصبح لعنى و Love ودخنا لحسما وسبوع فى الرقم هدف ونصف 200 ألف يعني التي تقنق لا يمكن وكذلك تجلبها في هذا الوقت لنا وقاش بثاف لماذا؟ لأن عندك عشر يام ديال الكارونتين لها عندك عشر يام ديال الكارونتين هنا ما هو الوقت عليك؟ 20 يوم صاف، صنعي لا بلاتين وعندك عشر يام ديال النقل لأنه كان يجيبه من الإيطالية ورومانيا هذا عشر يام لماذا عشر يام؟ حيث الجمعية المهنية ديالهم تصاري ما في النقل ديال اللعبة هذا الحاولي اللي يجي يبشر باعتسواع ويهبط ساعتين يأكل ويرتاح ويعود يركب ويكمل إذن ماذا قدرت الحكومة؟ في هذا الارتباك مرة حيثت الكارونتين نحن نعطينا مشكلة في حيثت الكارونتين تحلل الباب لأحد تلوث جيني جيد ماذا؟ ما الذي وصلنا لحد الآن؟ يلا وصلنا 41 ألف لأنه لم يكن لدينا بلدان أوروبية الخلفية الهدف الشحال كان نوصله 100 ألف هذه كانت 200 ألف تقريباً إذا نضربتها في 500 الدرهم ستعطيك تقريباً 100 ألف مليون ديال الدرهم 11 ألف مليون ما نعطيه ها هذا الكسب فكرة مفهومة فكرة مفهومة أنا قمعكم دائماً في حزب الحركة الشعبية وموقعكم ببرلمان الحزب بين القوى المعارضة التي تشتكي من إقبار المصطلح ما بين قرسين مقترحة القوانين بينكم سيد أمين نعم لا يوجد شيء جديد لا أعلم السوادي التشكي ولا أعلم السوادي لأن الحكومة هي المشرية الفعلية وهي التي ترتيب الأولويات وهي التي ترمج الأمور بالنسبة لأنها غير صحة غير صحة أولاً هذه صلاحية دستورية دستور كيعطيها المعارضة وهذا يعطي الأولويات المعارضة في مقترحة القوانين سمع لي الآن وصلنا تقريباً قدمنا قدمات الحركة الشعبية ولو العدد من العدد من الـ 26 النائب قدمنا تقريباً أكبر عدد من المقترحة القوانين في مقارنة المعارضة في مقارنة المعارضة في مقارنة المعارضة في مقارنة المعارضة وقد قدمتنا 51 مقترحة اليوم أحد أحد يملك الحق لناقش العدد الذي كان يقدم أو المحتوى لأن الأمور واضحة ستناقش على مستوى اللجنة الحكومة لا يملك الحق تكتب ترد برسالة بكتاب وتقول لك هذا الآثار لم يقبول لا ستأتي للجنة والجنة تناقشها وتقول لي مقبولة ولم يقبولة لم يقبولة غير إشكال لديه إشكال مصاري ينتفقوا عليه ينتفقوا عليه لديك شيء أخر الحكمه لم تأتي بمقترحة القوانين أما أعفوه بشريع قوانين ماذا أخترار كنت تكون مترجمة من الفرنسية كوبيكولي ماذا أخترارك نصلحوا لهم هذه المجموعة هذه المشاكل هذه الترسالة يعني العملاقة ديالهم بالأوطور والأمان العمال والحكومة إلى أخرى ويجب ذلك وكلقوا بأنها كنا نرجعوا مثلا النصوص في ملدان أخرى وكلقوا بأنها صورة ترجمة ونقدر أنها ترجمة حرفية لا هذا ما هو الذي يهم أنه ماذا ممكن اجتهاد اليوم الذي يجب أن يكون تستميم هو اجتهاد كمعارضة كبرلمان ويقول لك واحد القضية لا يستطيع فقط غير المعارضة لا يستطيع الأغلبية لا يستطيع المقترحة القوية لا يستطيع لا يستطيع نحن لا يستطيع ونقشها في اللجنة ويقول لك لا يستطيع وكذلك لكي يكون أولا لا يستطيع الحكومة كبير أعتقد أنها وفي نسبة الأولوية كأن النصوص مثلا في إطار المقترحات عندها عندها أولوية في فضل إطار هذا معلوم هنا قانون الجبل مثلا مشروع قانون الجبل نحن وقعنا هذه هذه الإجهاد المائي وهذه الجفاف التي كانت عيشها اليوم ونقول لك هذا الشيء من 98 ونجبناها كحكومة ونحطيناها كحكومة ومجاج تقبيا وبقف الرفوف وهذه اليوم كمقترح قانون ونحن محتاجين للقانون الجبالي إلا الله وكيف فرح تشريعي؟ هناك مرات يكون دافع وعدم الحاجة لتشريعي لأنها ممكن تكون نصوص قديمة لا مزينة لطريق ولكن هنا نقول لك القانون الجبل اليوم نضروع على القرية ونضروع على العالم القراوي ونقول العالم القراوي وصله الماء وصله الضو وصله مدراسة ولكن ننسى بأن هذا واحد جزء من نظفه ومكنت قصة اسمته العالم الجبالي هذا العالم الجبالي كان العالم القراوي ولكن هذا في الجبل قرية هنا في المركز وذهب الجبل الفق فتجلها بعيدة لها 1 ساعة دمقانة أو 1 ساعتين دمقانة كما عندي أنا في جبعة ودي فران لدي مركز ودي فران ولكن لكي نمشي إلى الجبل واحد ساعة ونصدر لديهم وهذا كل من المناس لا يوجدون طرق لا يوجدون مستوصفات بالشكل التي تكون لا يوجدون مدارس إن البنيات لم يوصل إلى هذا هذة ناس المنظم لهم تسمح لي فعلي الجبل ومغرب ككل فعلا الجبل اليوم لماذا ستحقه في التنمية وذلك لنا هذه القانون الجبل لأنه كانت واحد والتفاتة لهذه الناس الذين يشعرون الجبل في ظروف محاصرين بالجبل ومعادتين بالتولوج ومنسيين وراء الجبل لا يشعرون هذه القانون التفاتة لهم والذي يرضى إلع تخدمهم حقوف التنمية لا يجب أن تخبر بأن هذا القانون مشهوم لا يمكن أن يكون هناك المستشارين بحكم أنه يرتبط بتنمية مجالية ممكن أن تكون الأولوية لديهم مبادرة للمستشارين لا يوجد إشكال تكون في المكان أنا أريد أن أخرج هل أنت عارف هذه الأمور المصطرية؟ لا، لا يوجد أن أخذ لكن الذي يهمني هو أن نخرجه عندما لا يرى أنه تطرح في المستشارين أو في العرفة الأولى لا يوجد الإشكال المشكلة التي لديه هو أن تكون إرادة سياسية أننا فعلاً التافت لذلك الناس المهمشين في الجبال وفي القرى ونحن نذهب على القرية أنا كنت أحاول أن نذهب على القرية بأنها وصلتها حقاً من التنمية أو على الأقل وصلتها شيئاً من التنمية ولكن الجبل أرى محسوب عليها وباقي بعيداً بكل وادع التنمية أريد أن نتقل معكم على مستودي الحضور في الحكومة وصلنا نتكلم ألاحظ بحركة الشعبية محمد أوزين بحكم أنه شارك الحكومة الأولى ما بعد دستور 2015 الحكومة كان يرأسها حزب العدلة والتنمية ويتنسوا لكم بحكم المشاركة والتواجد ما كانت الحصيلة؟ السوداوية هذا المنظور الذي يراجع حالياً مدى أروا له نعم هذه الأشياء التي تعتبر الحكومة الحالية من أول أن أغير الأخلاق الأخلاق الصعب جداً أن تكون شاركة بأحد الحكومة وكانت لديك حقائد جداً من أهمها من المالية وفلاحة ومتشارة وأخيراً أجلهم تقول مدى رواله لأن أولاً لأن أقول مدى رواله أنا أقول لك هذا الشيء نجسي سياسي لأن المغرب لا يبدأ في هذه الأشياء لأن المغرب لا يبدأ في هذه الأشياء لأن المغرب لا يبدأ في تنزيل ولكن صعب جداً لأن أقول مدى رواله حيث أن هناك حكومة نتعرف فيها أنا أسمح لي ويخلق لي ويخلق لي ويخلق لي نوع من الارتباك فما بالك فما بالك المواطنين لديك أخلاقياً نحن نشعر في هذه الحكومة لا يمكننا أن نحن لدينا الحقائب لديهم ونتحمل المصور لدينا الشجاع الكابير والسياسي 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 لا يمكننا أن تحمل المصور فأنتعلم أننا مؤمنين لأننا قرارات التي تخذناها لدينا جميع كانت صعبة تقديرنا كانت خاطئة تقديرنا كانت بحسنية وعندما تنفق لي لدينا تقدير صحيح وعندما كانت أنت إكره وعندما تأتي إلى آخر وعندما يجب أن يكون لا نحن نغرب اليوم لا يبدأ إلا مع هذه الحكومة وعندما ترى هناك مجموعة من الملتطقة ليست وفقها حاليا وعندما يقول لا تجهد لا تجهد حقاً أبداً هم لا يستجد وهو الأشياء لا تحكم من المثال نحن نذهب لأننا هذا غيام لأن المغرب أولا هو تراكم النجاحات دياله والإخفاقات دياله أسي محمد أعوزين في جميع الخارجات يعني لأنه يقفض الإطار ديالي المزيدة وأنه كان زائده شوية على حزب تجمع الوطن الحرار خاصة أنه كان معكم في الحكومة وكما تكلمتي كانت حاضرة مفترض أننا تحضر مسؤولية التضامنية في جميع الاشتغالات وأنكم كنتوا كتفروا جميع يعني حتى اليوم عدو لو ما تنمى كيعرفوش الأولويات وخطوات خاطئة أولا أنا أخسر فرقوتي طريق الاسم حسين وأقول لنا أنه لا تجلس عني يحجب تحيز التجمع الوطن الأحرار الأبدا أنتي حلقة طيبة مع القيام بميديا لهم وأصدقاء وقرام وعزاز وحزب القريب للمرجعييني هنا ولكن اليوم أنا قبل أن أترك على التعاق السياسي اليوم أنا لم أتعاقلت تحيز التجمع الوطن الحرار أنا كانت تعاقلت الجهاز التنفيذي سواء أنك أنا في الأحرار أو للجرار أو للمهزان غير أن أقول لكي نوصل لهذا لا يوجد مشكلة معك لشخص ولكن أنتك جهازي فيها لدي مشكلة معك في حكامة لدي مشكلة معك في تدبير لدي مشكلة معك في أولويات وحتى تكلمات يقول لدي مشكلة معك يمكن شوية مبالاق فيها لا يمكن أن تتفق معك لماذا؟ لأنني أنا صوت المواطن أنا الدوري لي هو أن يوصل لك لكي يعقر المواطن المعاناة دي المواطن الألم دي المواطن الانتظارات دي المواطن هو إسماعليا لماذا تتقلق مني إسماعليا؟ أنا أقول لك في المسألة الشهرية يعني بعد مسألة السيد الرئيس الحكومة أنا هبطت تلقينا تلقينا قال لي السيد الرئيس الحكومة أنا وصلت لكي يضغر بها وأنت أخذك الجهوم لا يوجد مشكلة أنا الدخول لا ما يوجد وانقن وانقني وانقني يبدو سامة السيد الرئيس الحكومة لا لا يعني الأن تدفع والأي لا تكلفع هذا الرئيس نحن لا يوجد المواطن ولكن كان الحس سياسي حذر كان يتسالمنا إليس أنت أنت تكريد مشكلة معك وشيئ ما هذا معك يتضرب معي أو لا يضربك أو يضربك أبدا سألقنا أنت أسلمت عليه قلت لك وصلت لك وصلت لك هذا هو المغرب لأنه ليس مهمة لنصفق عليك سهلا يمكنني أن نصفق عليك ولكنني أريد أن نقر المهمة لك لأنني أريد أن نوصل لك لك المغربة كما قلت لك ومغربة لتصمت يجب أن نصفق عليك في غرفة تشجيل ونصفق عليك ونحن لا نرتقنا به إلى مساوى السلطة الشريعية سلطة سلطة ليس مؤسسة تابعة للجهة بحل المؤسسات العمومية لأن الحكومة يصفق ويصفق نظن بأننا اليوم سننكروا لها المهمة ونفرغوا برنامان المحتوى ونزيدوا في الأزمة العزو ونحن لا يجب أن نرى ونحن نستطيع أن نرى وأن يتوصل على المشاكل وهو يظهره في قلبه وزهره في حياته ونحن نصفق عليك هذا هو السؤال جواب ولكن ستعدل الحكومي أظن أن حزب حركة الشعبية يرحب فيك رئيس 4 سنة بكل صدق، بكل صدق وإيمان وهذا موقف عبرت علينا لكن تتعرف بأن مثلا التحالفات والدخول الحكومي هو نشي رأي شخصي ورأي كنا نرجع فيه المجلس الوطني المؤسسات الحزبية هي التي تأخذ القرار هذه السماعولية ليست وقت لدينا الحكومي نحن في قطة البناء اليوم كنا نتابع بأن توجدنا وتموقعنا في المعارضة هي فرصة تاريخية بإعادة التنظيم بإعادة ضخط الماء الجديدة خطاب جديد، صورة جديدة، سلوك جديد نحن نخدم بلادنا ونعمق شعر دينا المؤسسات كان هو الوفاء لمغرب المؤسسات نحن نخدم بلادنا من أي موقع كلنا ونريد فعلا نقوي الحزب نقوي التنظيم بهذه القوة الاقتراحية ونحن نعاون أيضا بلادنا ونسهب في النماء ذي لها ونحن نأتي الفرصة هذه الساعة ونكون في مستوى هذه الحكومة يمكن أن يكون نقاش أخر سيوزين نطلب منكم أنكم تتوقفوا معي ما سيعرض على الشاشة عندنا في جموعة المدخلات وأسئلة عن طريق مواقع التوصيل الاجتماعي أولا سي رشيد يقول لي لما كانت شيء آلية تجبر الأحزاب على تنفيذ وعود التي تعطي المواطنين في الانتخابات وكتبقى حبر على ورق لا يمكن أن نسوطه لا يمكن أن نسوطه لا يمكن أن نسوطه لا يمكن أن نسوط أن نسوطه هذا هو النقاش الذي كنا نقول اليوم صعب جدا أن السياسي يأتي وكذلك من المعارة الحكومة كان واحد السخاء واحد السقل ليس على الحكومة كل شيء لا الإنسان مرشح للمجلس النواب ويعيده بطريق ومسقياد المو بعيد عن المهام تلاتي تشريع المراقبة وتقييم سياسات العمومية ولكن باللاتي عندما يهضر نائب ويأتي على الوعود وأنا كنت بحثي لأنهم هتنمى يعني على السقية والسقية والسيارة وهذا الشيطان صحيح رؤية نائب برلاماني أنه يعمل في الطريق أو أدراسة ومسؤولية نعمل نحن نتعاون وقالة نائب برلاماني ويساعد بالتحرر وقالة نائب برلاماني فهذا يدخل بالخطار يدخل الاخل الخطار يقول له بكل تصل بك مثلا يتصل بك رأيي الجبعة يقول لك اردتكم تعاونون عنه لم يكن هناك نواب بليد هذا الضوء يجب التطريق على كل سطح يدخل عن وزير يقول له ها المشكلة عن المشكلة التي عادتها يدخل عن وزير النقل و الصحي و الجيز الى آخر المشكلة التي كانت كان نفعله السقف للوعود وليس تكون هذه الوعود مبنية على مؤشرات تكون مبنية على تقديرات وفرما بالمؤشر والتقدير كبير تقديرات لا تقدير إذا أخذت سلم من 0-10 فأنتقدر على أن نجلب 0-10 ولكن فأنتقدر على توقعات فأنتقدر على توقعات وفرما بالخمسة فأنتقدر على مقطع واحد ونصف ونصف في الاتجاه ولكن نكون مبنية على أرقاب وشكريب حاليا لا أسمح لي أنا قدمت البرنامج الانتخابي للحركات الشعبية وانتخابات ما قلت؟ قلت هذا كلام لا نستطيع أن نوعد مع أربع أرقاب السؤال الذي سنطرحه اليوم ما هي ما هي الأرقاب للتدفعات السياسية في الحملة الانتخابية فائسة سجلوا عليكم في الحملة الانتخابية لا لا أنا قلت قبل لا يمكن أن نقدم المغاربة إصلاحات جوهرية التي ستعطيها الأرقاب أما كنت تدفع معك في الأرقاب فأنتقدر أن نعود مسألة مرحلية ونعود إلى هذا الذي يجب استراشي هذه الأزمة التقريبية سوزينة لدينا مداخلة ثانية حاجة حطنت من أن أنا قلت في المداخلة مزيان ألم يحين الوقت لإشتراف مستوى تقافي أي قصد مقود مستوى دراسي معين في المترشحين الانتخابات الجماعية والشريعية مستوى باكالورية في المستوى الجماعات الإجازة للانتخابات الشريعية وموقف الحركة الشعبية مثل هذه الشروط باعتبار الحزب السابقة لو أن عرضها والتي اقترحتها بعض الأحزاب لم أكن أتذكر أولا عرضنا هذه المسألة لم أكن أتذكر لم أكن أعطناها طبعا كان نقاش وكان نقاش أنه هي مسألة دي مقراطية ولم يمكن أن نحرم شي واحد واحد من وشح يعني القواعد له يعني متشبتين به إلى آخر ولكن سمح لي اليوم أرى ما كان نقاش في الباضي بركي اليوم لكن تتفق مع السيد بحاجة سمح لي اليوم الأمر تتعلق بتشريح اليوم الأمر يهم الحياة المواطنية سمح لي لا يوجد مستوى دي على السيارة سمح لي نرجع الكلام بلادي الوحدة سمح لي خاص مستوى عالي يكون عند أدوار مقرؤية الوثائق التي تقدم معلوم مقرؤية دي الوثائق لدينا أشياء لدينا قانون مالية لدينا قانون مالية لدينا شهر ونحن نفليو فيه ونشاورو ونسولو خبراء لأخير لكي نكونوا فكرة لم يكن مستوى الدراسي لدينا سألنا في دائرة ونحن لدينا شخص لدينا شخص ونحن نجد لديهم في الدرامة ونقول لكم أنها كفاءات ونحن لدينا لدينا سعيوب يقول ماذا لو كان أوزين رئيس الحكومة في ضد تقلب النظام العالمي والإكرارات الجيوسياسية كان بمقدور يتخذ إجراءات وتدابير الأزماء باش ما يقيش فت المواطن المغربي يقول بأن علماً أن الميزانية المغربية ما كتسمحش باش نربطوا المحروقات لصندوق المقاسة لأن الميزانية مدع دعا وما كتسمحش باش طماغة ضاربة لأنها تبخ مليارات الدراهيم والخزينة الدولة سعيوب دعا ومشكراً سعيوب ومشكراً سعيوب لا لا يمكن أن أولاً سعيوب سعيوب لم أفهمش على شكية المعارضة الشعباوية وكان حاول أن نمتد واحد بجموعة الاقتراحات لأنه إلا كنا حاضرين في النقاش الشعباويين وإلا غبنا نحن لا أبداً اليوم دخلنا في التاريخ المغرب نحن هنا يدخلنا ميات مليار في السياحة والصفاء الشق الأولى للميزانية مزيانيا 100 مليار درهم في السياحة 100 مليار درهم في السياحة 100 مليار درهم في العائدات من الغربة في الخارج ومهجر 100 مليار درهم من النقاش سمح لي 40 مليار درهم هنا مواريد هنا يمكنك أن تكون الجرأة في افتخاذ القرار لا يمكنك أن تخفيف إجراءات إذا كنت رئيس الحكومة أول شيء سوف نعود سوف نفعل البوند 45 في القارل الأسعار ومنافسة بالتسقيف الأسعار سوف نجلب هذه الفاعلين في القطاع المحروقات سوف يكون لديهم ضرائب كماده في دول أخرى لديهم أرباح كبيرة لا يمكن أن الشركة الكبرى سوف نهبط لها التضريب سوف يهبط من 30 إلى 20% لا يمكن والصغير يظهر من الواحد يظهر من 20% أو 30% لا يمكن هذا شيء ما يركبه لذلك عندما كان لديهم شعبوية ومجموعة الإجراءات كانت تسقيف سبحاني حكومة قالتك بأن تسقيف كانت تسقيف وكانت نقاش موفقين فيه وكانت جزء من القرار الذي يتخذه وكانت متفق عليه وخمزياً هذا القرار الذي أخذناه لم يكن صعب لا يمنع اليوم أننا سوف نسقفه ونحن نحفظه على القدرة الشرائية المواطنين سوف نحفظ على القدرة الشرائية المواطنين ونحن نحن نحن نتسقفه في مساءلة فائتة سوف نأجل الإصلاح من التعليم والصحة التي لم يكن هناك ونحفظ على القدرة الشرائية لأنه لدي ثلاثة فاصلة مليون من طبقه الموسيط والطرف منه ينزل إلى الفقر وهذه طامة كبرى يعني بشعب يمكن يتعرض لهم المولي سيساعد يقول الأسئلة اللي عنده سأله بسيطة كرئيس أو كأميل العام الحركة الشعبية يجب أن يسأل عن أثمان مواد ضروية في الأسواق الشعبية وإلى جاوب لا نقاط كذا عفتش نوقع في السوق سيوزين ذاته أولا أن هذا كلام بالاستساعد يمكن أن نطرح على سؤال اليوم وإلى جاوب اليوم وإلى جاوب اليوم وإلى جاوب تقلوبات والأثمان لا يوجد مستقبل ولكن نريد الاستساعد هو أن نرى ماتيشة تمنديلها يجب أن يتحدث للمغربي في مخطط يسمينا المغرب الأخضر أهلا المغرب الأخضر لا تحتاج إلى توضيف جوجل أو 3 درهم أترى أن تكون 3 درهم؟ لدي إشكال أترى أن تفوت هذا؟ لدي إشكال إذن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو السقف الذي لا تحتاج إلى تعداه أعني أن أتريد أن تعداه ولكن أنا كالسياسي لدي السقف لا يحتاج إلى المواطن لأن لا يجب أن أتنقش معك وصلت 7 درهم ومية وأتمنية درهم ومية درهم لا يجب أن نختلف معك ولكن المشكلة أختلف معك فيها أنا عندي الثقف اللي مخصوش دي جنس أمين يقولها لشح تواحدا ما جاوبش على العارضة اللي قدمه جمعية أمهات وآباء الأطفال مصابين بالطير بفرض الحركة وتشتر الانتباه الذي يؤثر على التحصيل العلمي ديالهم لذا ما عندهمش الدواء إلما تحركاتش الحكومة خص المعارضة تحرك راح شوم الناس كتعاني أشنو صعيف أنك ترقص الأدل يرسوك السوداء هي اللي كتجر فيها هذا إشكال مطروح بما شي غير على مستوى القرابة للفرط الحركة يوجد كثير من المشكلة السيد الوزير الصحة كان تعهد بأنه سيكون له واحد الإجراء في هذا الانتجاء ما زال كانت تضروا أنا كان وعد بأنه فعلا هدر الإخوان في الفاريخ كانت في الإطار ديال المجنال اللي يمتبع هم عندنا تتبع في الحركة وكنا ترحنا السؤال السيد الوزير والوزير تعهد بأنه فعلا سيقع واحد الإجراء في مجموعة الحلول وإلا ما نلقاش حنا كان وعدوا بأنه سيكون لدينا تضروا السيد جعفار السلام عليكم في تهميش الذي لا زال يعيشه سكان الأطلس المتوسط من حيث فرص استثمار الصناعي السياحي والخدماتي ما يلحل المطروحة من أجل تقليص الفارق بين الجهات عامتان من حيث الثروة وجهة فاسم الناس التي تعاني في صمت خصوصا ساكنة علوح ودي فرانسي لعدي أزرو هذا من المنطقة ديالي لأول أن تستطر على واحد المنتقل التي كان عارفها مزيلا يجب أن يكون مخصوصا سيكون مخصوصا سيكون مخصوصا ومشكلة التي تنتمج على الاستثمارات الصناعية طبعا أن هذا الشراء والجميع التي تذهب إلى مستوى المغرب من المشكلة التي توجد استثمارات السياحية مثلا نعطيك نموذج ستين في ميال هذه الميزانية توجه لجهة معينة ستين في ميال هذه الميزانية توجه ماذا تقصده بجهة معينة؟ كتخصة عن لا 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 جهة من الجهات المغربة ستين في ميال هذه الميال هذه الميال هذه المكانية لا توجد مشكلة ولكن ستعطيني وعد لأن في الميزانية الجاية ستعطيني جهة أخرى إذا كانت هذه الضوءية بإطار هذه التقسيم لا يوجد إشكال ولكن كما نحن نصف هذه الضوءية التي توجد استثمارات الكبرى العمومية لدينا الجهة الأرباط والطنجة والضربين هذه استثمارات العمومية الكبرى هذه استثمارات الكبرى هذا يخلقنا نوع من لا توازن مجالي سمح لي هذه الميزانات الكبرى العمومية لدينا الواحدة وستثمارة في السياحة سمحى جهة معينة تحيول منطقة السياحية بإمتياز الواحدة المضايق السينما السحراء وإلى آخرين ومقاك تعاني من التهميش اليوم خاص الحكومة تشوف واحد تقولينا ماذا بقيت لا مشكلة تعطي 60% وجهة 60% ميزانية تستخدمها لا مشكلة ولكن أعطيها طالية منظور هذا العامة تمشي لنا وهذا العامين تكون في رؤية شاملة ولكن لماذا تمشي تضخ جهة معينة وكتخلي جهات أخرين على الشاشة أيضا سي سليم ماذا تمشي قبل دخول البرنامان؟ أظن أنه يقصد تصرح ممتلكات سيوزين الوضعية في تصرح ممتلكات تساوية سنلحد الآن عرفنا الشقة نظن جاءوا بتاعي هذا السؤال في محمد سليم أشياء ممكن نفشي الممتلكات ديالي يعني تصرح ممتلكات الشقة اللي كان مملك بالكريري منها 25 سنة باش خديتها نباش كنقول لا لا باقي فيها واحد سبعة عام أخرى أو أكثر لماذا؟ 4 سنة لأخمس سنة والكريري والكريري وابلاتي يجب أن تقول سؤال هاتوا برهانكم لأنكم صادقين لا لا أسألتك معنا مدخلة صوتية يا مجالكم من طرف الدكتور محمد الشامي إضافة لصفته كأكاديمي هو رئيس كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية في شبال المغرب سيوزين تنتم معي يعرف حزب الحركة الشعبية الكبار من مصري غرفان في الموسوعات العالمية بحزب مغربي أمازيغي عريق حيث عرف بترافعه عن الأمازيغية لغة ثقافة مغربي من تأسيسها وخاصة الجامعة الرابعية التي حضرت شخصيا بعض لقاءاتها وفي زمن لا وجود لحماية قانونية ولا لمؤسسات طرعا واليوم والمملكة المغربية تعترف رسميا بالأمازيغية ولها مؤسسات وقوانين تعمل على المهض بها ما هي مختطاتكم سيد الأمين العام اسمه محمد أزين المحترم للرفع من مستوى الترافع الأمازيغية من موقع المعارضة وهنا أستير من موقع المعارضة لتفعيل طبع رسمي لها وما رأيكم في الطفونة الأمازيغية وحرمانها من استقبالها في لغتها الأم بقوة القانون وذلك في التعليم الأولي التي سميت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باسمه أعني التعليم الأولي وكذا التعطول الكبير الذي عارضه المختصة القطاعية وكذا الميزانية المرصودة فيها التفعيل وذلك منذ الظاهر الملكي المحدد للمعهد الملكي لثقافة الأمازيغية إلى يومنا كلمة لكم سيوز تحية المناد الملتزم ومسؤول أستاذ محمد الشامي لديه مسيرة نظارية في الدفاع للهوية وفي تعتبر من القامات الكبرى في هذا المجال أنا فقط أريد أن أقوله تصويب لديه حزب أمازيغي وحزب أمازيغي لا أبداً لسنا حزباً أمازيغي وإنما حزباً بمرجعية أمازيغية لن نقوله حزب إسلامي وإنما حزب بمرجعية إسلامية لكن حزب بمرجعية إسلامية إذا المرجعية التي تحدد هذه الأدبيات والتوجه سؤالي هو الواجهة ولكن سأذهب إلى التعليم الأولي التعليم الأولي الذي يمكن إشكال كبير مثل الحق الرؤية الاستراتيجية التي قمت بعملها السياسي والتي تصدها القانون الإطار اعتبرت أن التعليم الأولي هو مسلك من أسلاك المنظومة الـ 400 جيداً قبل أنه كانت مرجعية للخطاب السينا عندما كان ميلا كانت تذكرت كانت في 18 يوليو 2017 والغريب أن جاءت تكرر نفس النقطة فيما يخص التعليم الأولي الذي كانت الخطاب المالكي أقر بأنه مسؤولية للدولة والأسرة سابع معي مسؤولية للدولة والأسرة وكنتظن أن تكررت الخطاب آخر الذي جاءت 13 يوم خطاب 18 يوليو كانت في 30 يوم والذي أرجع أرجع أكد الحكومات السابقة التي كانت أمزازي فعلاً تعمل على تنزيل هذه المرجعيات ولكن مع هذه الحكومة ما نوقع؟ تم إقبار الأرضوئية استراتيجية وطبعاً وطبعاً المضحان والإطهار والذي تكون فيها التعليم الأولي ما نوقع عليه؟ ما نوقع؟ ندرنا واحد طبعاً هذا الإقبار لا أعلم أن نقول إقبار هذه الرؤية كما تتكلمت معها واحد مجموعة المشاريع مهم المراسيم التنظيمية التي تتخرج على التعليم الأولي لذي تزعبك لم تخرجعك ما يمكن أن تقوم بها معارضة نجيك غير نشرح لك غير نشرح لك من المشكلة لماذا لديك الحل؟ ما هي مديرية إقليمية التي تتبع للتعليم لذي تدخلت واحدة شركة مع الجمعيات وعطتهم التعليم الأولي ما كانت تعليم الأولي؟ كانت مربية هذه المربية ومربية التي ترى وضعية قانونية ويطرقها وليس لديهم وليس لديهم تلقاها مربية منظفة وحريثة ومعلمة إلى آخرين لا يوقع يعني ما كان نخترحه بعدها نعتبر القناعة السياسية لكي نعتبر بأن التعليم الأولي أساس من الأسس والسلك أساسي من الأسلاك من المنظومة التربابية هذه اللولة إذا لم يكن أهمها إذا لم يكن أهمها ما نقول لك لماذا تأتي بحث الثلاثة في السنين ستبدأ التفتق للحق ومعنا اكتساب للمهارة ومعنا يتعلم وهذا تجلبوا بعد سنين ثلاثة ثلاثة ستقوم بإمكانهم مثل يعني أشخاص صاحب الجلالة أعطى خيطة ومعنا أحساس ما هو الخلفية بأن بأن ضمقرطة الحق في التعليم. هذا هو إيشكل اللي عندنا نتروح اليوم. إذا كنت أعطيك الحلول والشامي وكذلك. أولا نحن نعطرفه بأنه سلك المهم من الأسلاك دي المنظمة. أولا نحن نحن الأخان والإطار اللي قد يحمي هذا المنظمة، هذا المربيين. ثالثا نحن 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 الجهات يدخلوا أيضاً كأطراف لأنهما أليس دي القرب الجهات والجماعات للارتقاء بالتعليم. ثم هناك آلية للحكامة والمراقبة للجمعيات لكي لا يكون هناك إنفلات ولا يكون هناك نوع من الفوضى. سأتيك للسؤال الجوهري. السؤال الجوهري هو السؤال البيداغوجي. خاصة نحن نحن نقول لك في المؤدون أو الله. اشتغير في جماعة إذا كانوا فيها هذا الأقسام. هو لكل واحدة دير النظام دياله. كل واحدة تتقرب بشكل دياله. لماذا؟ يسألنا التوحيد المضمونا والمضمون البيداغوجي. ما يريدون الكل ذلك الضر يخرجوا منه. هذه الشكل الأمازيغية. توليو الأمازيغية ليس في طلب القانون. سنستمر الشكل الأمازيغية. لكننا نؤدي للتعليم الأولي. في شمولية ذلك. في شمولية ذلك لدينا مشكلة وفعل ذلك. في شكل الأمازيغية داخل لاتصلها. ولكن في لغياء الحكومة لحد الساعة لا لديه رؤية بما يخص تعليم الأولي. وكتعتبره بأنه خارج على التزامات دياله لا يوجد شيء أخرى من هذا الشيء بما أنه لا يوجد مرحلة المرحلة المهمة في الشخصية المواطنة الغداء وهي الطفولة ما أعطيناه؟ ما أعطيناه؟ ما أعطيناه؟ وفي الأمازيغيات كان حلول هذا تعميم الأمازيغيات لأن الحكومة لديها مشكلة سوف نستقف حلول إطار عطانيه في عام 2025 ما أعطيناه؟ لماذا أعطيناه في عام 2030؟ لا يوجد مشكلة لقد وجدت صعوبة تقنية لا أعطيناك معارضة أريد أن أعطيناك الأمور ولكن أعطي نقدم لك مقترح قانون لكي نعدل القانون لا تخرقوه وزيد مدد وصول إلى 30 ولكن عندما تخرجونتها سوف نديرها في 30 في خرق القانون أعطيناك بعض الكياسة في التعامل مع القانون لماذا نكون نحن مشرعين وحكومة 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 وماذا نقول المواطن؟ المواطن لم نتطرح معه لماذا نتزاقلوا معه؟ ونحن نحن نحيضها بميزاجية حيض هذه سيوزين بريت منك تعليقات موضوع طويل نحن نتكره فيه مطوالا ولكن سأحاولت نعطيك المقترحات هذه المدخلة سيوزينينا فهمتها وتحفيز لكم باش تستغلوا الحضور في معارضة أجل استمرار ترافع القضية كن هاني أريد تعليقاتكم بإجاز وقدر الإمكان على مجموعة الأمور ولا نطرد صحفي المغربي عبدالسامد ناصر من قناة الجزيرة كل تأذل الصحفي مغربي ملتزم مسؤول وغير أنا أريد أن أفهم كيف حدرت أحد سيق عبدالسامد ناصر قدر واحد تدوينها خارج الإطار الذي يشتعل عليه داروا في تويتر هذه تدوينها خلقات مشكلة لكن مفوصة المؤسسة رأينا مواقف معادية للمغرب خارج المؤسسة في تويتر رأينا مواقف معادية للمغرب لا تدرك هذا الشعر رأينا رأينا حتى نسميه سحابي الدراجي دار جاءت عيسى بديله دار خارجة المغرب من الصورة ولينات واحد مجموعة يعني واحد موجة دي للصحرية يتحدثوا عني قالوا يوقع لديك الخارجة ترك زيتها في شكاة لا يمكن أن يشدها ويصدها بطريقة وفيها واحدة أخطاء لغوية لأنه كثبان واحدة دنيا مبيتعة إذا كيفان بأن فعلا هذا شيء ليس جديد يعني هذا يعني هذا العداء ضد المغرب نرى بأن الإخوان سبحان الله في الجزائر دائما كي 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 هنا لم يكن نظر على الشعب لدي موقفات ولكن نظر على المسؤولة الرسميين أو الحكام عندهم واحدة هاجسة ديال المغرب كنت من الله لا يشافيهم من هذا ما أقولك ولكن السؤال سوف نقف عليهم أن اليوم تستخدم الحكومة في ظل هذه الوقعة سوف تكون لدي خطة إعلامية لإستيعاب كفاءات كذلك كان يعمل هنا في المغرب ومشال تنمت وصنع المجد وصنع صورة وصنع القائمات الإعلامية فقط 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 من السنين عندما يضع المجد وخارج الوطن مما يعيقون تكون أولاد ومغاء في انتماء ومعروطة هذه هي التي يخصرون لنا واحدة في الاستيعاب القائمة ومعروفة والتعيين ومين هي الجالية يوجد الشيء لم يكن كان الحكومة وقد أكد عليها أكد عليها عملك ليس لدينا شيء واحد في الجالية شيء كفاءة من الجالية جاءت عطيناها فرصة تكون هنا خستت جيناً برّا ما نحن نجيبها فبداً زيادة على هذا المنظور وفقيت المنظور دي لكم أيضاً على الجدل دائر حول التضريب صناع المحتوى الإلكتروني هذا جدل كانت تسترح في القنوة المالية نقول لك رأيي شخصياً إحنا كنا قمنا حركة شعبية قمنا واحد 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 ولكن كانت لدينا إشكال ثقنية يعني كنا قلنا يعني واحد عندي في المؤسسة هنا عندي تحرّب ضاري بكي يهرب ليها في المؤسسة هنا عندنا تملوص ضاري بي في المغارب أنا كنت أقول لك عندنا تملوص ضاري بي في المغارب مؤسسة اللي بينك عندنا بقي استخلاصهم في الجماعة الملايين الملايين بقي استخلاصهم في الجماعة فينا هو مزيلاً سنجدوا صورة على المحتوى ولكن أنا عندي إشكال تقنية فقط يجبون نقاش يجبون تشريع ويجبون قطار الذي سنضم هذا القطار قانوني الذي سنضم هذا القطار ويجبون نقاش بناتنا لأن أحد مثلاً كنا نرى صورة كيمشي الوفاكاش لدينا خصابيدي كنت تعقب الأثار بين كنت نرى كيف يتحق المكتب الصرف كنت تعقب الأثار ولكن واحد عندي مغربي كيف يريد نقاش ويجبون تشريع أم المغربي يجبون قناة ويجبون على المؤسسات ويجبون على الرموز ويجبون على كيمة هنا هناك قطار تشريعي ويجبون على المؤسسات لأننا نضع أحد لهذا يمكن أن نبدأ ويجبون نماذج نجاحة التي كانت في مجموعات الدول فى إطار هذا النقاش والتشريعي نرى أن ننسوا بأننا ننماذج نجاحة وإرصاء هذا المقارب ذكرت داخل المغرب وخارج المغرب أتسألكم ما يطار من الأخر حول تبدل المعطيات أو تبدل المعلمات هذا مشكل هذا مشكل مغاربة المستقرين لا هذا مشكل ونقول لك واحد القضيات شراء جل برلمان وكان لدينا فعل أولا كان واحد جديد وانا صحيح لا يقول لك هذه القضيات لا يوجد شيء حكومي لدينا فرصة أن نطلقها مع الجالية ولا يجعون بما في عبدالربي لوقف أمامك لماذا لا تتسجع بلادين يأتي لماذا لا يستمر سألت أغلب المعلومات لكي نضيب المعلومات لكي نضيب هناك طرح لديه مشكل لماذا؟ لأن إذا كان إطار ومبدأ كوني سألت في العالم لا يوجد مشكلة لكن لنحصل غير في أوروبا لأن لدي جالية أيضا في أمريكا لدي جالية لدي جالية لدي جالية لدي جالية كيف ينتحب المعلومات لدي جالية الانتقائية حيث يتراسيب بأن أتفاقية مع موعد الشارع جيد لدي جوابك لا تفهم المشكلة لا تفهموا المغربة لدي جالية في ساكن الاقتصادي مع فرنسي جار 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 يخرج يمشي للسينما يمشي المصراح يمشي الويكند هذا المغربي لا لا يمشي للعطلة وعلى الدوارة التي ستصابوا أولاده نحن لديه من نفس التخلي غير هذا يكون من المستوى أوروبي ولكن هذه تصاب الأولاد وعلى الدوارة والذائه يصاب الأولاد يقضر ويقوم بإمكانه ويقوم بإمكانه ويقوم بإمكانه ويقوم بإمكانه وتعالي هناك إشكال حقيقيا على كل ما سأتي لأمر بأن نقاش حامي كان تمنى أن الحكومة لا تستقل بالعادة ديالها كما عادتها وتنتصر القضية ديال الابناء ديالها اللي مدلت اليوم تحجل لحدود الساعة ورغم المجهودة القبال اللي كي دورت تحويلات رفاقت المليار ديرها وفي وقت الأزمة ونقول لك ساهموا في السلم الاجتماعي ذلك الوقت ديال الازمة وهذه الناس نشوفه مش يشوف عدي الله رحمه وتكون واحد البصمة حكومية يعني في تعامل مع واحد الشريحة المواطنين اللي يشوف كي يجيب العز وكي يجيب المجد وكي يساهموا في الاقتصاد وكي يساهموا في الاستثباع بدين الابن أخير شي بغيت نسؤول عليك ونسؤول في هذا الإطار هذا تقريبا هي في نسبة العطلة الصيفية ديال سيأوزين في المغرب أو خارج المغرب هذا سؤال وجيه جداً نحن نعطينا خمسة مليون مياه فقط خمسة ملايات لدينا الدرهاب لكي يعطينا الدعم للقطع السياحي ماذا نستهد من المواطن؟ هذا كان يجب أن تذهب إلى العطلة ومشي في الكوفيد ومشي في الفنادق الذي خلصنا فيهم ألف درهاب و ألف بيات درهاب وكي الواحد الرواج وعطينا المغرب الفرصي يستفيدون من البنيات التحتية السياحية والفندقية بعد الحجر الصحي من بعد حاجر الصحي وكانت أن تقول في عطلة الوصول المغرب لمعني ذلك نعم صمح الله من بعد الحاجر الصحي كانت في العطلة مثلاً الشربائها والده العطلة المتواز ماذا نرأت بذلك العطلة بالقداء كان يتفاجأ بسبب درهاب الريل ليس لأ الطلس أني أتخذ بسبب este المغرب في فتح كيف تحترف درهاب لا أعدام الله أعطي الحكومة ليس يترجعون لي المواطنين إذن أنا أقول لك إذا أحد يخرجون البراهن يخرجون البراهن ويأتي مجموعة من البراهن يخلص قل منك في الواطعين ذلك هو ألف درهم وكما غريب يدرك تلت ألف درهم سمح لي ويجب أن ندعم القطاع السياحي ولكن أيضا يجب أن يكون لديه واحد الجدوى واحد الأعطار واحد استفادة إذا سوف تسافر على براهن لا 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 أنا أقول لك إذا سوف نمشي ولكن أنا أصح لك السؤال لماذا تخرج من البراهن يوجد الناس الذين يمشون في إسبانيا يوجد إسبانيا يوجد الزواطي أو يوجد برطمة في حضار البحر لا 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 ألفين درهم ألفين درهم يجمع أولاده يجمع السلف درهم لكنهم يجب أن يكونوا وقيين لا يمكن لك تتشجع سياحة لحظة تتشجع السياحة اتشكل ونحن نريد السياحة الداخلية لم أحب أن نخرج من البلادي ويتم تفقد أحد الدخول لقرب الغرب لديه إلى السياحة سيعد كل المواد وعلى الماء وعلى البحر ورهاب من حقلية وهذا هذا هو من الأمر للمهاربة يخرج أين سأذهب؟ سأذهب غالبا ونعيد في العائد الكبيرة لأنني سأذهب مع أولادي سأذهب مع الأب ديالي في العربية كما يزارك العادة لأنه لا يمكن أن يكون خارج العائد الكبير والعطلة الصيفية خلية ابنتي يقلبوا في الغادي لأنني سأذهب لأنني سأخرج أولا نمشي هنا سأذهب لأنني سأذهب إلى الأب وكما يعرف الأب سأذهب لأنني سأذهب لأنني سأذهب لأولادة وغالبا لا أستعلم لأنني سأذهب برها ستكون أقرب للغلاية لا أستطيع أن أفعل مناسبة أسمى الحمد أعوزين إلى الكلمة وإلى الكاميرا هنا في تلك الحديثة أولا هي مناسبة هي مناسبة نتوجه لتخطنا المغربة بكامل الشكر والتقديد والانتنان على شكل الحس المواطن الذي أبانوا عليه منذ هذه الظروف الأزمات التي نحن من الكوفيد والحجر الصحي والغلاء والباء والشح الماء ولكن المغرب أبانوا فعلا بأن يعيشون بكرامة الوطن بتوابث ديانهم فأرغب الصعوبات فهذه هي رسالة أحسنت بأنني ضروري نوقف عليها ثم الرسالة تانية يجب أن ندوز الفاعل السياسي الذي نحن أغلبية ومعارضة لا نفرقه نحن نتوقف الفاعل السياسي وهذه المسألة التي تقولها في واحد المناسبة فائي تفاس فالفاعل السياسي يجب أن يكون لديه جرأة لكي يوقف في تقيم المصار ويصحح الأغلاط ويصحح النواقس إعلاج لأنه عنده مسؤولية جاسيمة مسؤولية تاريخية لأننا كسياسي نحن وصائد كما قد تبرى أخرى في فاس بين شعب صبور وملكية حكيمة ما هو الضور الذي نعبه لكي نكون في مستوى هذه المسؤولية التاريخية التي تبقى على عاتقنا في هذا الوقت لأن هنا يجب أن يكون صدق يجب أن يكون صراحة تحت المعارضة يقول لهم ما هو كلام وكلام وكلام أن نرى إذا نرى أن نحن نحن ل Margaret把 Office على هذا الأمر نحن 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 لكي ندر لأننا سنحن نحر حالا أن نحن نحن نتبع السياسية بشكل ربما أكثر على الأقل في الخاصة من تلك الإخوắng وتريد أن يرون نقاش السياسية ولو أنه غائب حيث أن نقاش السياسية غائب يتبعون وفهمون إذا نحن نحن نزف في تصويت ونجاوزه بسبب العزوف خاصة من اليوم الاشتغال بالصراحة المغاربة وأيضا بالإتزام بالوعود بكارثة سيم حمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية شكرا مجددا على قابول دعوة لقاء هايس بايس شكرا أخي صديقي طريقه شكرا أيضا لمشاهد الكرام على التطبع متابعتنا ومتابعينا بالوصول إلى نهاية هذه الحلقة مبقى لي إلا أنني نضرب لكم نوع جديد في لقاء هايس بريس قريبا جدا مع ضيف مغير ونقاشات أخرى لقاء كاروان